وفيما يتطلع العالم نحو تمديد الهدنة القصيرة هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني يتمار بن كفير بحل الحكومة الإسرائيلية في حال توقفت الحرب بقطاع غزة جاء ذلك في تدوينة مقتضبة له في حسابه على منصة إكس بالتزامن مع حديث عن اتفاق جديد محتمل لهدنة إنسانية طويلة المدى بالقطاع لا في تنفي تغريدته إلى أن وقف الحرب يساوي حل الحكومة على حد تعبيره للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل الشرق قاسم الخطيب أهلا بك معنا قاسم إذن ضعنا في تصور هذا الخلاف الآن في الحكومة الإسرائيلية هناك من يميل إلى هدنة طويلة الأمد بينما هناك أيضا من يعارض وبشدة ويجعل الحكومة مقابل وقف اطلاق النار عمليا جزء من هذا النقاش هو نقاش إسرائيلي داخلي حزبي يتعلق باستمرار هذه الحكومة كممثلة لوجهات النظر اليمينية في إسرائيل بعد هذه الحرب في ظل الحديث عن لجان تحقيق وعن حالة غضب في الداخل الإسرائيلي قد تؤدي إلى انتخابات جديدة بعد انتهاء الحرب وعمليا انهاء الحياة السياسية لبن يمين نيتانياهو فبالتالي هناك جزء من هذا النقاش هو نقاش سياسي إسرائيلي حزبي داخلي أما النقاش الحقيقي فهو عمليا هو النقاش أو الضغطات التي تحاول أن تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل للحصول على معلومات أوفر حول الصورة أو الشكل الذي ترى إسرائيل عليه قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وحول السيناريوهات أو الطرق التي ستتعامل إسرائيل مع هذا السيناريو هناك نقاش ثالث له علاقة في آليات إدارة الحرب أو استمرار إدارة الحرب هل يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس وعلى عمليا إسقاط حماس كنظام سياسي حاكم في قطاع غزة والنقطة الثالثة إعادة المختطط فيه الإسرائيليين بطرق غير عسكرية وإذا كانت هناك طرق كهذه فكيف يجب أن تسير إسرائيل فيها أمام وجهة نظر مختلفة تماما يدعوها عمليا المستوى العسكري في إسرائيل والتي تطالب بالبدء الفوري بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة تشمل استئناف العملية في المناطق الشمالية من القطاع والقيام بعملية أيضا أرضية برية واسعة جدا في مناطق جنوب قطاع غزة الجديد واللافت قاسم أن الإسرائيل بدأت تحاصر جنين وتضعها منطقة عسكرية ما هي النواية الإسرائيلية في هذا المجال تجاه الضفة الغربية تحديدا قبل الحرب على قطاع غزة وبناء على تجربة السنة الماضية عندما قامت إسرائيل بمهاجمة جنين وعمليا وقتها أعتقل قائد الجهاد الإسلامي وكانت هناك إشاعات بأنه قتل فأي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في منطقة جنين في مخيم جنين أدت إلى ردود فعل أيضا من قطاع غزة إسرائيل ترى اليوم الحرب على قطاع غزة فرصة للقيام بعمليات عسكرية كبيرة هناك من الفلسطينيين من يقول أن إسرائيل تكون بحرب موازية في شمال الضفة الغربية وتحديدا في قطاع غزة للقيام بمحاولة لنزع سلاح مخيم جنين ومخيمات طول كرم ونابلس مستغلة العملية العسكرية الأساسية التي تدور الآن في قطاع غزة قاسم بشكل سريع الفصائل رحبت بتمديد الهدنة أربعة أيام وهناك جو عام مبشر بهذا الأمر لكن كيف يبدو الوضع في إسرائيل هناك نقاشات في إسرائيل في خصوص هذا الموضوع هناك من يقول أن ألاف الأطنان من المتفجرات في قطاع غزة لم تحدث رد فعل إيجابي في إسرائيل كما أحدثته عودة مختطف واحد من هناك وبالتالي يجب استنفاذ كل الطرق غير العسكرية لإطلاق صراح كافة المخطفين في قطاع غزة ولكن كما ذكرت لك سابقاً هناك قوة يمينية في الحكومة الإسرائيلية والمستوى العسكري في إسرائيل يضغطون بكل قوة للعودة إلى القتال وأخذ موضوع المخطفين بعين الاعتبار ولكن بشكل أكل لك أجزيل الشكر قاسم الخطيب وراسل الشرق من القدس اشتركوا في القناة